قبل ما تكلم على ماتش سيمبا بما أنك بتابع البطولة مين من الفرق لفتت نظرك أو مين من الفرق شايف أنها ممكن تكون منافس قوي للأهل؟ هي سيمبا بصراحة سيمبا أكثر من الوداد والفرق أنا شايف أن سيمبا ولو نادي الزمالك صعد دول أكثر فرقتين تعمل لهم حساب طبعا نادي الزمالك طبعا فريق كبير ولو صعد هيتدي له دفعة كويسة جدا خاصة أنه برضو البطولة اللي فاتت أدى في شكل كويس وخسر في النهائي وأقدم مبارك ويسا سيمبا في مجموعة الأهلي بصراحة عجبان جدا يعني فرق بتلعب كورة وفرق منظمة وشكلهم كويس في الملعب خدمهم بس أن الأهلي ما كانش في حالته؟ بالزبط فعلا اليوم ده النادي الأهلي كل الفرق ما كانش في حالتها لكن ده طبيعي بيحصل لأي حد في الدنيا تحب تقابل مين في الدور اللي جاي؟ يعني طبعا لسه فيه قرعة تتعامل بس يعني أنت لغاية دلوقتي خمس فرق تقريبا المرشحين لمواجهة النادي الأهلي حسب ما القرعة تجيبنا بقى عندك وداد عندك سانداونز عندك ترجي ولودية وإزا مالك طبعا فيه احتمال الغد دلوقتي حسبيا بالأرقام أنا أقابل الوداد يعني تفضل تقابل الوداد لأن الوداد نسخة السنة دي مختلفة تماما بس برضي ممكن الماتش الأخير ده برضو ما كانوش بالشكل كويس ترجمة نانسي قنقر